إلى خبر آخر الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى مع أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية التقى مع غسان سلامة المبعوث الدولي الجديد لدى ليبيا والوفد المرافق له غسان سلامة طبعا بيقوم بجولة في دول المنطقة بمناسبة بداية مهمته الرسمية زي ما حضرتكم شايفين دي صورة اللقاء اللي استعرض الجهود المصرية وما أسفرت عنه نتائج الاجتماعات المصرية مع مختلف الأطراف الليبية لبلورة وصياغة سبل وأليات التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية على أسس من التوافق الليبي وتراعي الثوابت الوطنية وشواغل كافة الأطراف الليبية وتضمن إقامة الدولة الليبية الموحدة والديمقراطية والخالية من التطرف والإرهاب وتوفر الأمن والرفاهية للشعب الليبي الشقيق وكذا تم تبادل الرؤى حول كافة الجهود المبذولة على الصعيدين الدولي والإقليمي والتي تصب في صالح الشعب الليبي فريق حجازي أكد حرص مصر على تحقيق التسوية وفقا للإطار الشرعي الذي يوفره الاتفاق السياسي الموقع بالسخيرات وتحت مظلة الأمم المتحدة ووفقا للتوافق الليبي والتعاون مع كافة الجهود التي من شأنها الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن وسلامة الأراضي الليبية وتخفيف المعاناة على أبناء الشعب الليبي ودعم مؤسساته الشرعية في المقابل ثمن المبعوث الدولي الجهود المصرية المبذولة على مدار الفترة السابقة وأكد أهمية التواصل والتعاون مع مصر ومختلف الأطراف المعنية بالأزمة خلال الفترة القادمة خاصة مع عطاء الأمم المتحدة والأمين العام أولوية متقدمة للأزمة الليبية خلال المرحلة الحالية